تاريخ مجد جددا وسقاً ربوع ومهدا وأشار للحق الذي يحمي المريد من الردا أنشى صروحاً حصنت وأشاد ذكراً خلدا حقب توالد تبتغي رسم الطريق على الهدى أحداث قوم قاوموا وتحملوا ما أجهدا فدعوا لشرع محكم ببلادنا أرض نادى أحداث قوم قاوموا وتحملوا ما أجهدا فدعوا لشرع محكم ببلادنا أرض نادى بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير مرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة الإسلامية من خلال رجالتها ودائماً مع الأستاذ محمد الأمين بوخزة أستاذ الكريم وقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث عن الولاء والبراء وتصدر هذا النقاش الساحة السياسية والشرعية وأخبرتمونا بما كانت تعتقده الشباب الإسلامية في مرحلة معينة من زمنها وموقفها الحدي من النظام وتوقفتم عند الحديث عن التنظير الذي كان يدلي به الأستاذ موطع في هذا الإطار نعم قلت أن السلام الموطع كان فعلاً يعاني من هذه البرانوية والشعور بأن الجميع يكيد لا وهذا ناتج عن شعوره بالغبل أن ذلك التنسيق الذي كان على مستوى معين مستعرية في طبيعة الحال ومن الحسياتات إلى ذلك بين وبين جهات أنه يوقع التعاون يعني لتصفية الساحة من المجموعة الرمز ومن الحسيات إلى ذلك يعني الجريمة بغسية بن جلون كشفة المستوع والنظام والمخابرات تركشي سبع رأس من هذا الأمر ووجد طبيعة الحال متكأ على من تستند وهو ناس الذين قاموا بالفعل جوجة العمال البسطاء قاموا بالفعل بطريقة بداية ما كانوا يدرون بالضبط في المهنة لهم؟ عمال في معاملوس ما بعد على زماء يعني الناس لهم ليس حمولة فكرية لا لا مجين بضرجة نارية ومجين بالحديدة ومجين بالحديد ما هو ما هو استغفال الله لأنه يبينوا للمجهمين ما سيفعلون ولكن لكي يكون عنده بوعد سياسي ويسعى إلى تصفية خصوم وذلك شيئا وكي تكون عنده كتب قد دعسة بالسنوات عاد بشك يضبطوا الخصم ديالهم يصفي هذو كانوا أعضاء في الشبيبة؟ اي نعم أعضاء في الشبيبة الرجل أحس بالغبل أحس بأنه تشمس أحس بأنه يعني النظام قلب له أو الدولة العميقة أو المخابعة أنا ما نستطعش نضبط الجياب الضبط اللي كان كين نستقمعها أو الوساطة قلبوا له ظهر المجن وتركوه هو واليسعي وإلا فقط كانت هناك قائمة قائمة بأسماء كتب يسعيين وقيادات حزبية يسعية وغير ذلك كان كل هؤلاء يعني في مرمى عبد الكعيم مطيع وتنظيم الذي كان يقودها مباشرة يعني ما صدرح عليه حكم الإعدام في 1980 جاءت المجاهد لمجلة المجاهد التي تعتبر البوليزاريو من خيل الله التي ينبغي أن يركبها المجاهدون وتحتعنوا يا خيل الله يركبه لا أفهمنا لو تقربنا الصورة في الصراحة على هذا الموضوع كان شيء غلاف فيه ديجمبر 75 في 80 عاد حكم الإعدام وهذا الغلاف المجاهد إنا سنة لقد ذكرت نعم هذا الغلاف المجاهد الذي فيه يا خيل الله يركبه إنا سنة في 80 دخلنا دخلتوا المغرب طبيعة الحال بالنسبة إلينا بخير القيادة الشرعية وبخير السيد ما كنا نظن أنه سقط هذه السقطة المريعة لينسق مع وهذا قبّح الله السياسة اليسعيين عنده في الداخل ينبغي تنحيتهم حتى يخلوا لنا الساحة وأنا أيضا البديل الإسلامي للحكم الإسلامي والأردالي والبوليزر يسعيين كما يقال بالطابع والمارشم والمعظمهم كانوا هنا أصلا في جامعات الضرب يضاف مراكش وفارباط وفي كلية القانون وفي كلية إلعار ذلك هذا هو بشكل الأشكال عن طريق النظام الجزائري عن طريق المخابرة الجزائرية ينستقع معهم ودخلصوا أعداد المجلة المجاهي ودخلصوا 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 مصادرات الأعداد ومتابعات طبيعة طبيعة الحال إنها حدث كبير أولا تم إدخالها عن طريق العمال العمال وكان هذا الأمر تم في الصيف والعمال كيدخلوا وعادد العمال متعاطفين مع الحركة متعاطفين معنا كأشخاص كيدخلوا دخلوا هذا الكارت ومهما المجلة كيدخلها وبالتالي دخلت منها أعداد وفيع وتم توزيعها بمعرفتنا على المستوى الوطني وخاصة في الطلبة الجامعيين وبعض الأوطاع إلى ذلك ولكن نحن بالنسبة إلينا كشفت المصطوع وظهر لنا أن رجل دخل أرتم أرتم في أحضان القدافي وارتم في أحضان النظام الجزائعي والمخابرة الجزائية إلى ذلك لأنه كان مهوس بالانتقام من النظام الذي بين قوسين خذله وشمته وطعنهم من الخلف يعني سلوك انتقامي سلوك انتقامي يعني وإلا هذا الأمر كان يفعله بمفرده لا يستشعر فيه أحدا من الداخل أو من الخائر يقوم به وأول فرصة يمكن أن ينسب إليه يتنصر منه فالإطار كانت من المجموعة حكيمي كانت دخلت السلاح وحضرات سياح وحضرات سياح وحضرات سياح وحضرات سياح شكرا كان وراءها من كان وراءها فلن أخبر هذا كان معناصر لجنة التعريات الشعبية الإسلامية إلى هذا نعم وكانوا تحركوا في الأحداث أطلسي يعني ضرب السياسة ضرب المغرب في مقتل هو السياحة السياحة عفوا في موراكوش وكانت مغامرة بهلوانية لا زمامة لها ولا خطام وحنا في ذيك الوقت وصلنا نواح للمستوى يؤهلنا أن نعي أبعاد الأمور ونعي خلفياتها ونعي التعالفات ونعي في إسبانيا لما جاءني وبدأي وحدثني على الكتاب الأخضار وفي ذلك فهمنا ففي ذلك سأيقننا اليقين الجازم على أن عجل ذهب مع القدافي لأن القدافي أيما كان طاعنا على النظام المغربي وحريصا على إسقاطه إلى أردري يعني أتبعها إلى أردري نحن هذا الموضوع هذا في مساجلات معهقة استغرق أزيد من سنة ونحن نتكع في هذا الموضوع هذا لابد الآن الموقف من النظام والموقف من اليسر لأن هذه تاريكة ورثنا طيب الموقف ديركم اليوم من اليسر أو من المخالفين لكم عموما موقفكم اليوم من المخالفين لكم عموما نبقى في تاريخ طيب نحن أول شيء بدنا كان بحثوا للتأصير الشرعين هذا الموقف من النظام فمدى وجدنا وجدنا أن الموقف من النظام الحاكم حتى وإن كان ملكا عضدا أو شيء من هذا القبيل هذا أو ملكا جبعيا أو شيء من هذا القبيل هذا موقف تفاوتت فيه الاجتهادات وتفاوتت فيه المواقف العلماء إلى ذلك بشكل واضح وكبير ونبدأ بعهد الصحابة رضي الله عليه في الحادث الضغتية لعثبان رضي الله عنه الاجتهاد من النظام الحاكم مهما كان نحن نعرف إلى ثلاثة التابعين الحسن البصري وهذا الله صلى الله عليه وسلم محمد بن شياب الزهرين وساعد بن جوبع كل وحي كان عنده موقف من عبد الملك بن مروان وساعد بن جوبع كان عنده موقف أنه انحاز إلى عبد الله بن الزبع وأعلن العداء للنظام هذا عبد الملك بن مروان حتى قبض عليه الحجاج بن جوبع وعدبا ولما سأله ضمن الأسئلة التي كان يسأله في التحقيق قالوا ما قولك في آمير الممين عبد الملك بن مروان قال ما قولي في عجلين أنت السيئة من سيئاته هذا كلام قاله الحجاج نيسو التقفي ودعا عليه وقال اللهم لا تسلطوا على أحد بعدي هذا سعيد سعيد نجوب كان جو الحصر البصري هذا التزم الحياد ما ما يقول الحكم يعني شرعي ولا ما يجي شرعي ولا غير ذلك ولكنه لجأ إلى خدمة الإسلام عن طريق العين والتفسير وطلبة العين ونشر الدعوة وإلى غير ذلك ولزم المساجد في البصرة إلى أرده ولما كان الحجاج بن يوسف يريد أن يكعيه على التصريح بموقفه من النظام كان عبد الملك بن مرون يرسله إلى الحجاج ويتوعده أنه يعطيه ثقة ويتحركه وما أرد لنفسه ومطمأنة إليه نفسه لا يزعج ابنه شيئب الزعلي وشيخ الإمام مالك هذا استدعاه عبد المالك بن مرون إلى قصره وقال له وهو المحدث الكفير قال له أريدك أن تؤدب أبنائي أربع الأولاد الواليد وسليمان وزايد وإلى غير ذلك أربع الأبناء وكلهم خدوا ولاية العهد وكلهم حكموا قال له أريدك أن تؤدبهم وتعلمهم الأحاديث الذي وصلت كعلى الناس إلى الله صلى الله وهو الذي أكره على أن يملي عليهم الأحاديث في حين أن إلى حدود بن شيئب الزعري كان الصحابة والتابعون يتحوطون هذا الموضوع على كتابة الهاديث لأن حتى لا يختلط بالنص القرآن وشيء فعند الملك المعرون هو الذي ألزم قال له الأولاد يجيو وأستظهرهم الأحاديث التي يحفظوها منك فيعرضون فيعرضون كلام يعني مشي سليم ولغة مشي سليمة إلا عرض فلما قيل لابن سياو الزعري كيف يعني تنحاز إلى قصر ملك معروف أنه قتل مجموعة من التابعين وقتل كذا وآخره كان يجيبهم لأن أؤدب أنا أبناءه وبعض الأمراء الذين كانوا ومنهم عمر بن عبد العزو الذين كانوا في القصر في الأسر الحاكمة وعرفهم بالحدود التي ينبغي أن يقفوا عندها بحرمة الدماء وكذا وكذا خير من أن يأتي بمؤدبين يجريهم في أهوائهم وفي لذاتهم وفي شهواتهم فيكونون وبالا على هذه الأمة هذا الشهاد والشهاد كبير الشهاد مخالف هذا سعيد بن جبير وكان ثلاثتهم لا يعب أحدهم على صاحبه لما تبت أن لحاس البصري أصل لبن الشهاد يقول له أنت أعطيت الدنية من دينك وأنت أعطيت أو لسعيد بن جبير ويقول لا أحد لأنهم كلهم عدول وكلهم في المستوى ورفيع من حفظ السنة والعمل في خدمة الإسلام نأتي إلى شيء آخر دائما في إطارة تأصير العز بن عبد السلام رضي الله عنه هو سلطان العلماء وكان يعني يعني من كبار العلماء الأحناف لغير ذلك سئل بالأيام يقول له كان المماليك وكانت دولة مضطربة وكانت يطلع مملك من المماليك الذي يتقوى ويحكم فسأله الناس عامة المسلمين يعني في إطار التفاضل السلطان يقع في الأموال والسلطان يقع في الأعراض مع من نكون قال تكونون مع الذي يقع في الأموال على الذي يقع في الأعراض ثم قالوا السلطان يقع في الأعراض والسلطان يقع في الدماء في الأرواح مع من نكون قال تكونون مع الذي يقع في في الأعراض على الذي يقع في الدماء والأرواح لنسرسي في الأولويات ودفع المضار مقدم على جلب المصلحة هذا كله كان تأصير صاري ثم أخيرا يعني إحنا سبقنا هذا الأمر هذا جعل تغيير نظام الحكم مسألة محوارية مركزية وهذا لم يكن من أدبية الإخوة المسلمين التي تربين على مدرستهم ولكن كان من أدبية يستحر للنبهاني وهو على كل حال من خرج من جناح للإخوان ثم انفرد بهذا الموقف هذا العمل العامودي ليس العمل الأفوقي يعني لا بد ماذا ينفع متائب الوغلبون ينتممه إذا كنت تبني وغيرك يهديم الموقف السياسي القارس السياسي يمكن أن يهديم 50 سنة الدعوة و50 سنة إلى آخر هذا كلام فلما سئل سيدك رحمه الله عن الانشقاق عن النبهان عن النبهان مش نبهاني نبهان وكان أردنية فلسطين من وصول الفلسطينية عن الجماعة وتأسيسه لجماعة خاصة إلى ذلك قال دعوهم فستصفعهم السنن لأن هذا عملية تغيير ما كاتبتها فوقياه من أيام الخوارج ومحاولة الإصلاح والتغيير من فوق يعني من تغيير الحكام وتغيير الأنظمة يعني ما نجحت أي محاولة من تلك المحاولة هذه السننة الكونية سنة الكونية والسنة التاريخية بل حتى السنة الشرعية السنة الشرعية إذا كنت ستسعى لتقليل وتخفيف ظلم حاكم ثم هو ستأخذه العزة بالإسم وسيتنمر وسيتسأسد وسيأخذ عدته لمواجهة أولئ الذين جاءوا لينافسه وينازعه يعني المشروعية في الحكم إلى ذلك ستحصلوا فتنة فأنت تهديف إلى التخفيف من الظلم الضغط في في الثلاثين لا تبقي ولا تذع هذه كلها يعني سلسلة كما قلنا من التأصيلات الشعية من الجدال وكذا ولكن خلال الفترة هذه كان الأخ عبدالله بن كعان حفظه الله دائما كيف جاءنا في صحيفة الراية كي يطلع فيها أهيان ببعض التصريحات ببعض أقول تصريحات لا أزيد عليها ما كانش كي يعمل بيان ولكن تصريحات على مسؤوليتها يرسلوا فيها إشارة إلى النظام الحاكم الحسن الثاني والمبصع أننا لسنا طلاب حكم ولا نعيد هذا الأمر لأنفسنا إنما نعيد أن تعطونا المضلة القانونية والشرعية إلى ذلك لنخدم دعوة الله ونساعد المكونات الأخرى التي تسعى إلى نفس الهدف وإزارة الأوقاف والعلماء ومؤسسة الجمعية الممثلة إلى ذلك دون أن نصطدم معها ودون أن نتقطع معها إلى ذلك وهذا الأمر كان يحدث عجّة نباقين كان أصل أرجّة داخلية أي عجّة عند بعضي النسل التي تكون عليها تفصل معهم من شيء ومعها إلى خاصة الإخوان الحسيمة الإخوان دعيف وهذا طبع ديالهم دائما معروفين يعني بالمواقف الحدية والمواقف الصائمة وكان منهم واحد النخبة رائعة في الصدق في الجدية وفي الخدمة وفي العطاء وكان لشرف أنه أطع طائفة منهم كانوا طلبة في كل ياس طب وما جدت على توصلي مع بعضهم يعني يعني هالني لما طلع سعبد إله بن كعين واحد المستطيل كيتكلم على أن النظام الحاكم دي الناء هو عند المشعورية الدينية قبل أن تكون مشعورية وطنية والمشعورية التاريخية ولم يطلب منه ذلك ولم نتفق على ذلك وهذا الأمر كما يقال يفهم ولا يقال ماشي بتضع يدخل عندك المشعورية الدينية ما هو أصلا المغربة اختاروا أهل البيت بسبب المشعورية الدينية ولا تسمعوا كلمتهم إلا على البيت وإلا إذا انصرف المغربة إلى قبائلهم وإلى أعرقهم لا رأيت يعني طوائفة وميلالا ممتعي وهو كان يطلع مثل المستطيل وهذه تصريحة وهذه الإخوة وكيف تحصل عنهم فطائفة منهم انحازوا إلى جمعية أصلا الجامعة السعب السلاميسين خاصة لما جانسلا وجمعية وطائفة منهم بحثوا لأنفسهم طيب أستاذ الكريم بادي الكلمات نأتي على نهاية هذه الحلقة متابعين الكرام باسمي واسمكم أشكر جزيل الشغل أستاذي محمد الأبي بخبزة وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة أهو نبيل غزال وحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ مجد جددا وسقى الربوع ومهدا وأشار للحق الذي يحمي المريد من الردا أنشى صروحا حصنت وأشاد ذكرا خلدا حقب توالد تبتغير اسم الطريق على الهدى أحداث قوم قاوموا وتحملوا ما أجهدا فدعوا لشرع محكم ببلادنا أرض نادى أحداث قوم قاوموا وتحملوا ما أجهدا فدعوا لشرع محكم ببلادنا أرض نادى ترجمة نانسي قنقر